السلام عليكم عزائي طلبة وطالبات واولية امور صف الاول الاعدادي. ان شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل الكتاب المعاصر الوحدة الثالثة. زي ما عملنا قبل كده في الوحدة الاولى والوحدة التانية هتلاقي موجود عندك في القناة رابط الوحدة التالثة بالكامل. رابط شرح الوحدة التالثة. نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا. الناس الكبيرة في السن. هنا بيقول لك ان الناس الكبيرة في ان عادة بيكون عندها ايه ابيض? طبعا انا عايز كلمة شعر ابيض اسمها يبا الاجابة الصحة عندي اللي هي كلمة معناها طبعا شعر. السؤال بعده? بيقولي الناس المشهورين. هنا بيقولك الناس المشاهير عندهم الكثير من ايه? هما دايما بيشجعوهم. خلي بالك بقى طرح ما حد بيشجعك يبقى ده على طول معجب اللي هو يبقى عندهم مشاهدين او متابعين. سؤال اللي بعد كده بيقولي هنا. هي عايزة شعرها يكون ايه? خلي بالك بيقول ان اختي بتحب ان شعرها يكون لون ايه? هي بتحب اللون اللي هو البني الفاتح. خلي بالك اللون البني الفاتح بنقول عليه اللون الاشعر. شعر الاشعر اسمه يبقى كلمة. اللي بعده? هنا برضو بيقول ان هي بترتدي ايه حول الرقبة. طيب حوالي رقبتها بتبس حاجة اسمها سكارف. سكارف اللي هي طبعا الطرحة الصغيرة اللي حول الرقبة اسمها سكارف. اللي بعده? بيقول لي هنا? محمد صلاح is famous so he can't have a or an not life. سؤال مهم جدا بيقول ان محمد صلاح ده مشهور جدا لعب كرة قدم مشهور. لزلك هو خلي بالك بقى بيقول ما عندوش حيائي. طيب هنا كلمة can't di nafi. طالما هنا بينفي بي هو عندوش حياة normal. هو معندوش حياة عادية. اللي بعده? a baby bird is not it can't fly for mini days. هنا برضو بيقول لك ان الطير الصغير ده بيكون ايه? هو ما بيقدرش يطير الايام كتير ريبه. هو طبعا لسه ضعيف. كلمة ضعيف اللي هي كلمة weak. طبعا كلمة دي معناها ضعيف. اللي بعده? بيقول لي برضو محمد صلاح is an Egyptian not star he is famous. طيب هنا بيقول لمحمد صلاح عايز يقول طبعا ان هو رياضي مصري مشهور. لعب رياضي مصري مشهور. نجم رياضي اسمها sport star. اللي بعده? بيقول لي the queen of England is not of. ملكة انجلترا بتكون ايه? بعد كده بيقول لي she has got many houses. طيب هنا ملكة انجلترا بتكون ايه? هي عندها العديد من المنازل. عندها بيوت كتير جدا يبقى هي طبعا غنية. كلمة غني اللي هي كلمة rich. كلمة دي معناها غني. سؤال اللي بعد كده بيقول لي people around the world have different نقط. بعد كده بيقول لي they don't look like each other. خلي بيقلك بيقول هنا ان الناس حول العالم عندهم ايه مختلف هم لا يشبهوا بعضهم. الناس دي مش شبه بعض. يبقى هم مختلفين في السمات. كلمة السمات اللي هي features. السؤال اللي بعده? بيقول لي my mother can't see well. هي ما بتشوفش كويس. she needs هي تحتاج to wear not. خلي بيقلك سؤال سهل جدا. بيقول اني والدتي لا ترى طالما can't see. يبقى هي عايزة يا شباب اللي هي النظارة. اللي بعده? بيقول لي هنا what your favorite? what? واللي في الاجابة? خلي بيقلك ده فريق. يعني بيسكل هنا عن فريقك الرياضي المفضل. طبع ما قال لك ليفر بول. يبقى له هنا team اللي هو الفريق يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا to not means to win point in a game. خلي بيقلك بيقول لك ايه اللي معناه انك انت طبعا تفوز بنقاط في لعبة. طبعا كده انت بتحرز. كلمة يحرز اللي هي كلمة score. السؤال اللي بعده? بيقول لي the hair اللي هو الشعر growing over the man's mouse. الشعر اللي بينمو على فم الرجال. خلي بالك هنا بيتكلم على اللي هو الشارب او الشنبي يعني. طبعا كلمة الشارب اللي هي mustache. اللي هي number c. اللي بعده? بيقول لي the hair that grows on a man's cheeks. cheeks اللي هي الخدود and chin اللي هي الدقن. برضو نفس السؤال بيقول لك الشعر اللي بينمو على الخد. ويددقن بالنسبة للرجل ده اسمه اللي هي اللحيان. كلمة دي هي كلمة موهمة جدا معناها كلمة لحية. اللي بعده? بيقول لي what does your brother not like? قال له في الاجابة he's got short curly hair. يبقى السؤال كان look like اللي هو بيشبه ايه? فانا اختر كلمة look. السؤال اللي بعده بيقول لي محمد صلاح is quite short not a footballer. برضو محمد صلاح الى حد ما عايزه لك اه اصير للاعبة كرة القدم. دي يبقى لعبة كرة قصيرة اسمها for a footballer. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا جزء الاسئلة الخاص بالقواعد. الوحدة التالتة قاعدتها سهلة جدا هنشرحها دلوقتي. السؤال الاول بيقول لي هنا. she not got plant hair. خلي بيقى لك لما تلاقي عندك بعد النقط في كلمة got على طول هنا عايز have او has. على حسب الفعل. حط عينك على الفعل. الفعل عندي لو لقيته مفرد بتستخدم has. طيب she هنا مفرد. يبقى عايز اقول هي عندها شعر اشقر. يبقى اقول she has got. يعني هي عندها. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا my father has not a smartphone. خلي بالك هنا عايز يقول والدي عنده او ينتلك. طيب كلمة has او have بيقى بعدهم كلمة got. يبقى اسمها has got. اللي بعده بيقول لي هنا محمد صلاح not score a lot of goals. he is fast. طيب هنا بيقول ان محمد صلاح عايز يقول لي يستطيع انه يحرز العديد من الاهداف لانه سريع. طيب هو يقدر يحرز طبع اسمها can. يبقى can score. السؤال اللي بعده. بيقول هنا I not got short curly hair. خلي بالك هنا بيقول I بيجمعها have. اها التفاقنة. حط عينك على الفعل. لو لقيت الفعل I او we او you او زي بتستخدم معاك المتهاب. طب اختصارها بقى اختصارها اسمه ابو في في اي فقول له I've got. اللي بعده? اميرة نقط got a car she walks to work. خلي بالك هنا بيقول ان اميرة عايز قول عندها عربية. طيب هنا كلمة got على طول قولنا قبلها يا have ya has. اعمل ايه? احط عيني على الفعل. تعالي نشوف اميرة دي مفرد ولا جمعات? اميرة مفرد. يبقى هي وشي وات باستخدم معاهم هاز او hasn't. خلي بالك كمل الجملة. اميرة عندها عربية she walks to work. اه هي بتمشي الى العمل. يبقى هنا محتاج ينفي بها ما عندهاش عربية. يبقى هنا hasn't. لا تمتلك عربية. اللي بعده. طيب خلي بالك هنا الجملة دي مهمة جدا. عايز يقول ان احنه طيب الفعل هنا جمع. يبقى عايز have or haven't. حلاص قلنا have or haven't. طيب هنا any bikes. اي عجل. طالما في يبقى لازم تجيب النفي. خلي بالك. طالما في يبقى تقول هي او نحن ما عندناش اي اي درجات. يبقى haven't got. اللي بعده. نقط رحمة. and you got the same father. yes we have. طيب ده سؤال والاجابة بتاعته اي واي احنا عندنا. خلي بقى لك بقى كلمة got. عايزة have or has. طب هو من ديني في الاجابة اصلا. we have. طبعا ما عندك we have يبقى تسأل بها. اللي بعده. بيقول لي نقط has got a new laptop. برضو نفس الكلام. هنا ده سؤال وفي got. وفي has. طبعا ده كده مفرد. مفرد زي di gam. i gam. we we. طبعا جامع. اخترنا she has got. اللي بعده. بيقول لي has he got an umbrella. قالوا في الاجابة no he not. اتفقنا. طبعا اللي بنسأل بي. بنجواب بي. بس خلي بالك بقى. لما تكون الاجابة no يبقى هنا محتاج نفي. يبقى له no he hasn't. هتضيف ايه? انه ابو صرف دي. يبقى هنختار كلمة hasn't. اللي بعده. بيقول لي not زي got any pencils. طيب هنا برضو ده سؤال موجود عندي got. على طول تحط عينك على الفاعل. عشان تعرف هتختار have ولا هاز? الفاعل جمع. يبقى اختار هنا ايه? برافو عليك هنا يطلب من فاعل جمع هاز ما هتنفعش هي اختار have. نية على السؤال اللي بعد كده. وهو بيكون سؤال correct. السؤال الاول بيقول لي we not got an apple tree in the garden. طيب هنا we ما يجيش معها ابدا هاز. فwe حط عينك على الفاعل زي ما اتفقت. الفاعل جمع تشيل هاز وتحط الجمع بقى اللي هو have. يبقى اول حاجة عايزون احنا عندنا شجر التفاح. هقول له ايه? we have got. اللي بعده? بيقول لي she have got curly hair. طيب دي بنت مفرد she. طالما she منفعش يستخدم معها الابوسترفي بي اي. لكن اختصار هاز اللي هو الابوسترفي اس. اللي بعده? بيقول لي has she got classes. طيب هنا بيسقل سؤال شوف الاجابة. yes she hasn't. طيب هنا في حاجة غلط. ايه هي بقى? هو بيسقل نفس الحاجة بس yes. yes منفعش معها انفي. النفي دي عايزة نو. طالما yes يبقى له has. يبقى هنا الغلطة انه hasn't. اللي بعده? have samir's dad got a beard. طيب ايه الغلطة هنا? تعال شوف الفاعل. الفاعل عندك هنا مفرد والد سامير. منفعش اسأل بهاب. قلنا المفرد بنستخدم معها has got. يبقى السؤال كان مفرد يكون بhas. اللي بعده? بيقول لي هنا. we can. طبعا نحن نستطيع. طيب احنا نقدر نعطي. ايه الغلطة هنا? قلنا كلمة can. بيجي بعدها على طول الفاعل في المصدر. يبقى كان عايزة وراها مصدر الفاعل. يبقى دار اقول we can give. احنا نقدر ندي فلوس مساعدة للفقراء. يبقى عايزة الفاعل في المصدر بدون اضافات. اقول له هناك كلمة give. اللي بعده? my sister hasn't get a pen. طيب هي اسمها has get ولا has got? خلي بالك. عايزة اقول بقاعدة مهمة جدا. اسمها has got. اللي بعده? they has got pencils. طيب هنا احط عينك على الفاعل. الفاعل الجامعة على مفرد زي الجامعة. مفعش نستخدم هاز. اللي بيجي مع الجامعة اللي هي have. فانقول له they have got. اللي بعده? he lives in انجلند. هي هو عايش في انجلترا. he can't speak english world. خلي بعلك هو عايش في انجلترا. هو ما بيعرفش التلم انجليزي كويس? ولا هو يقدر? طبعا هنا عايز اسبات بقى. هو كان هو استطيع انه يتكلم انجليزي بلوغ كويس. الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا على الدرس الاول والتاني. بيبدأ معي طبعا بسؤال سؤال نص الاستماع. السؤال ده زي ما تعودنا هو عبارة عن قطعة صغيرة. القطعة دي بتسمحها كويس جدا. ومن خلال انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب القطعة دي زي ما احنا عارفين موجودة في اخر الكتاب علشان كده هتلاقيني ببدأ احلم معك على طول. وابدأ اشرح لك السؤال الاول بيقول لي هنا دعاء الغباشي. طيب هو قال لي في القطعة اللي ان هي لعبة كرة طائرة. يبقى دي اول اجابة باجبها من خلال القطعة اللي اسمعتها. السؤال اللي بعده بيقول لي طبعا كان قال لي في القطعة مئة وتمانين سنتي. اللي بعده دعاء دايما بيكون عندها ابتسامة كبيرة. كانت ابتسامة اللي هي اللي بعده بيقول لي طبعا في القطعة كان بيقول لي ان هي الاسئلة دي كلها بحلها من خلال القطعة. نيجي على السؤال اللي بعده وهو سؤال دالك سؤال المحادسة. اهم حاجة طبعا انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبلها تبدأ تحل. السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? كريم اسكس ياسر بيكلم بيسأل ياسر عن النجم الرياضي بتاعه. طيب هنا كريم بيسأل ياسر عن النجم الرياضي فبيقول له من هو النجم الرياضي المفضل بالنسبة لك? هيقول له في الاجابة ياسر هيقول له محمد صلاح. خلي بالك بخدنا فيه اليونت ان هو بيلعب لصالح مصر. طبعا اسمها فور ايجيبت. يبقى هنا حرف الجارة فور. اللي بعده? كريم قال له حاجة قال له سبورت. سبورت داز محمد صلاح بلاي بيسأل سؤال. طبعا سؤال ده سهل جدا لان هنا بيقول اي رياضة اللي محمد صلاح بيلعبها. طبعا خلنا اداسة مهمة جدا اسمها ايهما. اللي هي ويتش. يبقى لما لاقي كلمة سبورت يبقى ويتش سبورت بيسأل. اي رياضة بقى اللي هو بيلعبها? طبعا كلنا عارفين. بعد كده هيقول له رياضة كرة القدم. طيب كرة القدم اسمها ايه? اسمها فوتبول. هتكتبها له هنا. يبقى هو سأله اي رياضة اللي هو بيلعبها? اي رياضة يعني بيعابها? قال له كرة القدم. كريم قال له. طب ازاي هو بيساعد الناس? قال له هي نقط ماني تو بلد سكولز اند هوسبيتال ان ايجيبت. عايز قول ان هو المال لبناء المدارس. يبقى هو بيعطي المال لبناء المستشفيات. طيب هي بس يخلي بيعلك بقى مدرع بسيط. هي دي مفرد تبقى جافز. يبقى هو بيدي فلوس نبني مستشفيات وايه ومدارس. سأله سؤال قال له طيب هنا بيقول هل هو عايز قول عنده حياة آآ عادية يعني قال له لا ما عندوش. خلي بيعلك بقى كلمة عنده اللي هي كلمة هاو هاز. طيب هنا يبقى لازم اجيب هاو المصدر. يبقى لازم هي هاو نورمال لايف. قال له why. قال له because he is famous and has a lot of fans. عنده طبعا مشهور وعنده متابعين كتير. اللي بعده يقول لي I not got glasses but my sister has got glasses. خلي بيعلك سؤال مهم. انا عندي ما عنديش ما عارفش. ارق الجملة التانية وانت تعرف بقول ولكن اختي عندها يبقى ما عنديش. طبعا بقول اختي عندها واحدة يبقى ما عنديش نظر. الاسمها I haven't. اللي بعده. how tall are you? قال له I am 160. طبعا هنا بيسأل عن طول شخص معين. طبعا بالسنتيمتر مية وستين سنتيمتر. فانا يقول له سنتيمتر. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا he plays. هو بيلعب football for a famous not in Africa. هو بيلعب كرة قدم لصالح فريق. ايزو لك فريق مشهور في افريقيا. طيب هنا كلمة فريق اللي هي اسمها لفريق مشهوريا. اللي بعده. كلمة اللي هي معناها عكس او مضاد. هنا بيطلب منك عكس كلمة طيب كلمة معناها سريع. عكس سريع اللي هي بطيئة اسمها يبقى هنا اقول له عكس اللي بعده. هنا بيسأل عن الشعر اللي بينمو فوق. عايزوا لك شفاه الرجال. طبعا ده اسمه انه الشارب او الشنب اللي هو كلمة مستأج. اللي بعده. بيقولي this man's photo. صورة الرجل ده is in all the papers he is not. صورته مالية كل الورق والمجلات والجرائيه. طبعا هو ايه? طبعا هو مشهور. اسمها famous. اللي بعده. he always has a big note on his face. طيب هو دايما عنده ابتسامة على وجهه. كلمة ابتسامة كبيرة اسمها طبعا big smile. يبقى نختار كلمة smile. اللي بعده. camels are strong. الجمال قوية. they not carry two hundred kilos of bags. طيب الجمال قوية جدا هي تقدر عايزوا لك تستطيع انها تحمل. طبعا كلمة كان بيقى بعدها المصدر. المصدر موجود عندي يبقى كان carry. اللي بعده. France Germany and Italy are countries in a. خلي بالك. فرنسا والمانيا وايطاليا كل دي دول في اوروبا طبعا اللي هي يوروب. اللي بعده. has salma got a pen. no she not. هل سالما عندها الم? قال له no she ايه? طبعا هنا لازم انفي. اتفقنا. طبعا ما فيه no يبقى في نافي. قال له no she hasn't. لا ما عندهاش. اللي بعده. بيكون عندي سؤال correct. السؤال الاول بيقول لي. he is able to running fast. طيب اتفقنا كلمة can وكلمة able to اللي تنديجي وراهم بفعل فيه المصدر. يعني يبقى مصدر يعني الفعل بدون اضافات. يبقى اشيل. فانا ارجع الفعل الاصله اللي هو يجري اسمه. هو يقدر يجري يعني. اللي بعده. do you play the drums? قال له في الاجابة yes i can. طيب هم الديني can في الاجابة كان مفروض يسأل بكان. اتفقنا. yes or no? اللي موجود في الاجابة موجود السؤال. يبقى نقول له can you play? اللي بعده. رودينا and محمد has got a camera. خلي يبقى لك بيسأل عن حاجة دلوقتي. رودينا ومحمد طيب دول جمعة مفرد. دول اتنين مع بعض. قوة تتلخبط رودينا. ومحمد دي واحد اتنين. يبقى ما اقولش has. الجمع بستخدم معاه have got. يبقى عايزة اقول ان هم عندهم كاميرا. فهنا اختار كلمة have. اللي بعده? have she got chips for dinner. طيب هنا السؤال مش مزبوط لان الشي دي حط عينك على الفاعل. الفاعل عندي مفرد. طالما مفرد على طول باستخدمش have اللي بجمع المفرد اسمه has. يبقى اقول له has she got. هل هي عندها يعني. بعد كده بيكون عندي سؤال باراجراف. السؤال ده مجاب عنه في اخر الكتاب. ولكن ان شاء الله قريب جدا. انا عارف الفيديو تأخر. لكن قريب جدا ان شاء الله هينزل لك شرح ازا تعرف تكتب البراجراف بكل سهولة. وكمان اهم الموضوعات. الصفحة اللي بعد كده بيكون عندنا الدرس التالت والرابع من الوحدة التالتة كتاب المعاصر اولى اعدادي. السؤال الاول عندي هنا بيقول بيقول هنا هي يعني هو كان بيرتدي طقيقة ايه? كل الناس كانت طبعا بتنظر اليه. خلي بالك طالما كل الناس تنظر اليه اكيد كان بيلبس حاجة غريبة يعني كلمة غريبة اللي هي strange. السؤال اللي بعده. بيقول كلمة لها نفس المعنى. طيب هنا كلمة خائف عايز كلمة بتسويها في المعنى. عند كلمة لها نفس المعنى طبعا. اللي بعده. المدرس gets not when we don't do our homework. عايز يقول المدرس طبعا غضب جدا لما ما عملناش الواجب طبعا لما متعملش الواجب المدرس هيكون angry. كلمة angry gets angry اللي هو يغضب يعني. اللي بعده. هو بيحب يعمل ايه? بالوان المياه. طبعا الوان المياه بيلون بيها. يلون يعني. السؤال اللي بعده. I read Alice is not in wonderland which is a wonderful children's story. طيب هنا بتكلم عن قصة الاس في ارض الحجائب. طبعا احنا عارفين ان هي يا شباب قصة مغامرات. يبقى هنا انا قريت مغامرات الاس في ارض الحجائب. اسمها adventures اللي هي طبعا مغامرات. اللي بعده. بيقول لي not is a person in a book or a film. طيب هو شخصية في كتاب او فيلم. خلي بقى لك اي شخصية في فيلم او كتاب اسمها character. اللي هي معناها شخصية في كتاب. اللي بعده. I like adventure stories. بحب قصص المغامرات. زي are not. طيب انا بحبها لي عايز اولغي القصص دي مسيرة جدا. كلمة مسيرة اللي هي exciting. يبقى هنا اختر كلمة exciting مسير او شيقي. السؤال اللي بعده. I love learning about how things work. so I love not. انا بحب اتعلم كيف تفعل كيف تعمل الاشياء. لذلك انا بحب مادة ايه. طبعا بنعرف الحاجات بتشتغل ازاي من مادة العلوم اسمها science. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا عادل امام is the not character in the new film. طيب بيقول ان عادل امام عايز يقول هو الشخصية الرئيسية في الفيلم الجديد. كلمة رئيسي اللي هي كلمة main. فينقول له main character اللي هي الشخصية الرئيسية. اللي بعده كلمة brave. the opposite. كلمة opposite معناها عكس او مضاد. الكلمة brave طيب معناها شجاع. بيقول لك لعكس كلمة شجاع اللي هي cowardly. اللي هي معناها جباني يعني. سؤال بعده. a woman who rules a country is called a. خلي بالك بيقول هنا ان السيدة اللي بتحكم الدولة بيكون اسمها ايه? طبعا بتحكم الدولة اسمها queen اللي هي ملكة. السؤال اللي بعده. a not is a website on which someone writes regularly. خلي بالك. الموقع اللي الشخص بيكتب عليه بانتظام. بعد كده بيقول it's like an online diary. طيب احنا عندنا حاجة اسمها blog. اللي هي مدونة الكترينية. انت تقدر تكتب عليها يومية اسمها blog. اللي بعده. not means to be good at learning things. طيب. اللي معناه انك تكون جيد في تعلم الاشياء. طبعا ده معناه انك انت شاطر. كلمة شاطر او ماهر. اللي هي كلمة clever. اللي بعده بقولي good teachers always not good decision. طيب. المدرسين اللي هم الجيدين دائما عايزوا لك يتخذ قرار جيد. كلمة يتخذ قرار اسمها make decision. اللي بعده. she likes not art. طيب هي تحب. تخلي بالك بقى هي بتحب عندنا حاجة اسمها شباب do art. اللي هو طبعا يقوم بالرسمي doing art. اللي بعده. how often do you go to the library? بيسأل لنا حاجة قال له a week. خلي بالك لما تلاقي سؤال بدء بhow often اللي هي كم مرة على طول اجابة هيكون فيها twice a once. فانا اقول له twice a week يعني مرتين في الاسبوع. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيكون عندنا جزء لأسئلة الخاص بالقاعد. السؤال الاول بيقول لي هنا. دينا likes not very much. خلي بالك كلمة like and enjoy and stop. الكلمة دي كلها بجرار الفعل وضف له ing. عايز اقول له تحب الرسمي. يبقى هنا اخطر كلمة painting اللي هي اخرها ing. السؤال له بعده. نوها نقط وجيب لي likes ومنك. طيب لما احب انفيها احط عيني على طول على الفاعل. الفاعل عندي هنا مفرد ولا جامع? مفرد. المدارعة البسيط بقى. نوها انفيها doesn't. don't هنا جامع وعندي فعله في المصدر فاستخدم doesn't. اللي بعده. بيقول لنا I don't like not. انا لا احب. قلنا like بي وراها. فعلة مضف له ing. نحفظ القادة. like and stop and enjoy. يبقى اقول له هناك كلمة flying. اللي بعده. not she like watching tv. قال له في الاجابة yes she does. خلي بالك الاجابة موجودة هنا. طالما هو قال لي does. يبقى اللي بسأل بي بجاوب بي. اللي بجاوب بي بسأل بي. يبقى سؤالكم does she like. اللي بعده. I don't like computer games. طيب اتفعنا. don't like. عايزة وراها الفاعل مضف له ing. اللي بقى لك like and love stop and enjoy. اقول playing. اللي بعده. she doesn't not staying up late. خلي بالك دي سهلة جدا. don't or doesn't. عايزة وراها like. بنقول عليها نحط الفاعل في المصدر. المصدر اللي هو doesn't like. لا تحد. اللي بعده. he prefers math. خلي بالك بقى كلمة prefer. عايزة ولهو يفضل طبعا. prefer بقى طبعا شباب doing. اللي بعده. هدى doesn't enjoy not action films. نفس الكلام اتفعنا. doesn't enjoy يبقى الفاعل مضف له ing. اذا ما قلنا like enjoy and stop. اقول له هنا watching. يبقى كلمة doesn't enjoy. watching اللي هي مشاهدة الافلام. اللي بعده. they would like not computer games. طيب خلي بالك هنا بيقول لك they would. خلي بالك بقى من الابصر في دي. اللي هي كلمة what. what هنا بتغير بقى بتقول لك two المصدر. لازم بقى. but to play. اللي بعده. captain is good at not guns. طيب هنا بتكلم عن ايه? good at. good at يعني جاية في good at بيجي وراها الفاعل مضف له ing. الحاجات اللي لازم احفظها بس ما using. نيجي بعد كده على السؤال اللي على الدور. وهو سؤال مهم جدا. السؤال اللي اقول لشي enjoys. وجايب لكم تلسم في المصدر to her grandpa stories. طيب خلي بقى لك كلمة enjoy. بيجي وراها الفاعل مضف له ing. يعني كنا نعمله هنا ان انا هحط الفاعل ing. طبعا لما الفاعل بيجي له ing في الاخر بتحول الى اسم. يعني مسلا هنا كلمة listen ya استمع. لما قول listening يبقى الاستماع نفسه. يبقى هي بتستمتع هي بتستمتع باستماع الى قصص جدها. I am interested about. لا هي اسمها interested in. مهتم بي. يبقى لازم يكون حافظها اسمها interested in. اللي بعده. does she like play? اتفاقنا بنحط الفاعل ing. عشان نحاوله الى اسم اقول هي تحب playing اللعب. لاعب الشطرنج يعني. بعد كده بقول لي does your father like travel? برضو مفيش فعلين بيجي وراء بعض في الانجليزية. فهنا لازم احاول الفاعل التاني ده الاسم. قلنا نحط ing. بس هنا نضع في ال ال في الاخر فاولك traveling. ما سؤال لبعده? بيقول لي عماد likes watch نفس القاعدة برضو خلاص عرفناها بقى كلمة like بيجي وراء الفاعل مضاف له ing. يبقى لازم احفظها اقول له like احط الفاعل ing باسمها watching. اللي هو طبعا بقت مشاهدة يعني عماد بيحب مشاهدة كرة القدم. مباراة كرة القدم. اللي بعده. what do you prefer ride bikes? خلي بقى لك هنا لما بيجي عندي what القاعدة هنا بتتغير يعني هنا اقول to المصدر. يبقى كلمة interested in نفس القاعدة مهتم بيه الاستماع. زي ما قلنا في good at كده. يبقى هنا اقول له listening. احط للفاعل يا شباب ing عشان احاول له الاسم اللي هو الجيرند يعني اقول له listening اللي هو معناها الاستماع بقى مش يستمع. اللي بعده I hate walk. طبعا كلمة hate يعني يكره لها نفس المدلول. يكره زي يحب كده. فهيجي وراء الفاعل مضاف له ing يكره المشي. طبعا فيه الشمس في الصيف. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض طبعا بيكون عندنا زي ما تعودنا. على الدرس التالة والرابع بيبدأ معايا بسؤال. خلي بالك سؤال المحادسة. سؤال مهم جدا. اهم حاجة فيه انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك. والترجمها قبل ما تبدأ تحال. وخلي بالك السطرة ده مهم جدا. بيعرفنا المحادسة بتتكلم عن ايه? هنا بيقول لي احمد is asking about his favorite sports. يعني احمد بيسأل على عن رياض طوء المفضلة. تعال نشوف كده احمد بيقول له ايه? what's your favorite sport? ايه هي الرياضة المفضلة بالنسبة لك? طبعا ما نعرفش. لازم نقربية المحادسة عشان نعرف. قال له هنا. why are you good at it? قال له I play basketball. بس خلاص عارفنا كده. يبقى هو بقول له انا بلعب الباسكتبول في النادي. يبقى كان بيقول له الرياضة المفضلة ايه? هي الباسكتبول. يبقى السؤال اللي هو what's your favorite? اجاب عليه اكتب الحاجة اقول له basketball. وبعدين اقول له شباب اه is my favorite sport. طيب ممكن اقول حاجة تانية ممكن اقول I like basketball. انا بحب الايه? الباسكتبول. المحادسة سؤال سهل جدا. تقدر تحله باكتر من اجابة واكتر من طريقة. يبقى هنا بقول له basketball is my favorite sport. قال له why يعني لماذا? ليه بقى انت جيد فيها? طيب هو تحت هنا مش مديني اسباب محددة فتقدر تكتب اي سبب يغليك جايد في الرياضة دي. يعني ممكن تقول مسلا because I am tall عشان انا طويل. حد تاني يقول because I am strong. انا قوي. حد يقول tall and strong. كلها اجابات صح. بعد كده احمد سأل سؤال لازم اقرأ الاجابة. قال له I play basketball in the club. طيب ده مكان اللي هو النادي. ببسأل بايه? برفع عليك. اللي هي معناها اين? يبقى لما يكون في الاجابة في مكان بسأل عليها. اللي هي معناها اين? طيب مدرع بسيط. يبقى يقول where do you? ويقول له كان بيسأل عن ايه? بتلعب اللعبة دي فين? يبقى where do you play it? عيدة على اللعبة طبعا. تلعبها فين يعني? احمد سأل سؤال. قرأ لجابة. قال له I play basketball twice a week. طيب لما تلاقي twice a week في الاجابة مرتين في الاسبوع على طول السؤال بيكون how often. يعني ايه بقى how often يعني كم مرة? اللي هي كم عدد المرات. مدرع بسيط برضو. how often بيورده او دس على حسب الفاعل. الفاعل عندي هنا هيكون you. فيقول له how often do you? يعني كم مرة انت play it? بتلعبها. نفس السؤال ولكن اداة الاستفاهم بتتغير. مرة where? اين ومرها? كم مرة? احمد في الاخر قال له can I play with you? طيب هو انا ينفع ايجي يلعب معك? طبعا انا ممكن يقول له yes يقول له sure يقول له of course اي اجابة هتكون صح. sure طبعا ان هي بالطبع او بالتأكيد. السؤال اللي بعد كده بيكون عندي سؤال القطعة. طبعا سؤال القطعة سؤال مهم جدا. القطعة دي بالتحديد هي عليك في المنهج. فانا هسيبها لك تقراها على مهلك زي واجب كده. ولو في كلمة واقفت معاك اكتبها لي في التعليقات. وهبدأ على طول احل معاك تمارين القطعة. السؤال الاول بيقول لهنا what does this passage talk about? سؤال ده مهم. القطعة بتتكلم عن ايه? ارجع معايا كده القطعة هتعرف ان القطعة تي بتتكلم عن Alice adventure in wonderland. اللي هي مغامرات Alice في ارض الحجاب. طيب اكتب الجملة دي يا مستر اكتب تلات كلمات دول صح. انت هنا تقدر تكتب الحاجة اللي انت شايف انها صح. هو بيقول لك قطعة بتتكلم عن ايه? حد كتب مغامرات Alice. صح جدا. حد كتب Alice adventure in wonderland. مغامرات Alice في ارض العجاب. الابستر في اس دي هي اس الملكية طبعا. انا عايز اقول لك المغامرات دي بتاعت. طيب كلمة اللي هي ارض العجاب. يبقى القطعة بتتكلم عن مغامرات Alice في ارض العجاب. طيب كلمة اللي هي القط اللي علينا في الوحدة. ازاي كان بيساعدها? ارجع للقطعة ما تحلش من دماغك ولا تحل من اللي انت فهمه من الوحدة. الكلام كله والاجابة كلها موجودة في القطعة. هي كان بتساعدها انها تعرف الاماكن المختلفة والشخصيات. في السطر التالت. هقول ات اللي هي عادة على اه بتساعدها. كان بتلاقيها بتساعدها انها تلاقي الاماكن اللي هي عايزة. وطبعا كلمة اللي هي الشخصيات. تقدر تقول طبعا اه الشخصيات والاماكن المختلفة. اللي بعده معناها لماذا? ليه يعني? ليه انت حاس ان االيس كانت شجاعة? طبعا هي مكانتش بتخاف من مين? من ملكة القلوب. طبعا اقول له هنا الاجابة طبعا واي بجابة عليها بكوز او تو. اقول له بكوز شي وزنت انفي بقى لانها ما كانتش. واقول له طبعا اه ما كانتش بتخاف خلاص من اه ملكة القلوب. طبعا الاجابات دي كلها بنحلها من خلال القطع. الاجابة موجودة عندك في القطع برضو. يبقى اقول له هنا شباب بكوز بسبب هي ما كانتش خايفة طبعا من ملكة القلوب. يبقى هي ما كانتش نيجي بعد كده على اسئلة الاختيار على القطع برضو بتحلها من خلال القطعة. مين? اسوأ شخصية كانت مين? طبعا احنا السائل من فوق كانت الى هي ملكة القلوب. الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطعة. السؤال اللي علي الدور بيقول لي خلي بالك يعني الكلمة اللي تحتها الخط دي معناها انه هو قال الكلام ده طبعا بيزعاج اللي هي كنتم تلاوض لي. السؤال اللي بعده بيقول لي الضمير شي اللي هي معناها هي كان بيعود على مين? طبعا ده كان بيعود على الاس. نيجي بعد كده الى سؤال الاختياري. السؤال الاول بيقول لي هنا. طيب هنا بيقول ان هم بيحبوا طبعا اتفقنا ان كلمة بيجي وراها الفعل بضف له اي ان جي. يعني هي نقول له. بعد كده بيقول لي بيسأل سؤال بدو. دو فاقول له عنها هل هل انت عايش في القاهرة? فاقول له يس اي اي اي. خلي بالك طالما السؤال بدو يبقى لجابها تكون بدو. يبقى طالما قال له هنا دو بجاوب بيس اقول yes i do. اللي بسأل بي بجاوب بي. واللي بجاوب بردو بسأل بي. اللي بعده بيقول لي هنا. a person makes good decision. طبعا الشخص اللي بيتخذ قرارات جيدة ده بنسميه sensible. sensible اللي هو الشخص الرزين او العاقل يعني. اللي بعده. when احمد is angry he not add people. هنا بيقول لما احمد بيكون غاضب هو طبعا بيزعق للناس بصوت حالي. اسمه shouts. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا. does toa playing tennis. بيسأل هل بتلعب تنس? طب بتحب يلعب التنس. طبعا الفحل مضاف له اي نجي. يبقى هنا اسمها does like playing. اللي بعده. I'm always not of dogs. طيب هنا بيقول انا دايما عايز يقول بخاف من الكلام. طبعا اسمها يا شباب رفو عليك اسمها frightened. بعد كده بيقول لي. يونس doesn't like watching tv because he thinks it's not. يونس لا يحب مشاهدة التلفزيون بسبب ان هو يعتقد انه هي. طالما ما بيحبش الحاجة دي بيعتقد الحاجة دي مملة مثلا. كلمة ممل اللي هي boring. اللي بعده. I don't like not because I am not good at painting. طيب بيقول ان انا مش جيد في الالوان وفي الرسمي وبانا بيحبش مادتي برافو اللي هي art. اللي بعده. بيقول لي not teachers. أو teaches us many things about the past. طيب بيعلمنا حاجات كتير عن الماضي. ايه هو اللي متعلم فيه حاجات عن الماضي طبعا الهيستوري اللي هو التاريخ. السؤال اللي بعده. you can write some information in your not post. هنا بيقول انت تقدر تكتب بعض المعلومات in your blog post. طبعا الحاجة اسمها شباب blog post اللي هي مدوانة الالكترينية. نيجي بعد كده على سؤال correct. السؤال اول بيقول لي how often not? او do he play? طبعا نفعش دو معا هي. دو دي جامع. او هي جاء مفرد. نفعش معا دو. انا عايز ان اللي بيجي مع المفرد. اضعها هناك على الفعل. الفعل عندي هي يبقى استخدم على طول المفرد اللي هي does. يبقى كم مرة? does he play? هي هو بيلعب كرة قدم. يبقى الاجابة عندي هتبقى كلمة does. ايه سؤال اللي بعده? بيقول لي are you interested in? وجاب لي read adventure stories. اتفاقنا في كلمات كده بيجورها الفعل مضف له ing. زي كلمة good at وكلمة interested in. يبقى هنا عايز يقول ان هو مهتم بالقراءة. لازم احول بقى الاسم. اللي هو اخره ing. I am not good at draw. طيب ليسه ايه لها فوق? good at برضو عايز يقول لانها جيد فيه. ما ينفعش اقول drawing. الا ing ده شباب بتحول الفعل الى اسم. طبعا مش جاي قبله امو الزعر. فاسمها drawing. اللي بعده. he would like going to. اللي افتكر معي ان لما تشوف ود الابوسترفي دي. على طول بتحط الفعل to المصدر. يبقى هما تلاقي he would like. تقول له to go. بعد كده بيكون عندي سؤال paragraph. ده طبعا مجاب عنه في نهاية الكتابة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض الدرس الخامس والسادس. السؤال الاول بيقول لنا there was a strong not so old the boat trip were cancelled yesterday. طيب هو بيقول كان في عاصفة عايز يقول العاصفة قوية قدت الى ان الرحلات كلها تلغت امبرع. طيب كلمة عاصفة يعني ايه? عاصفة يعني storm. السؤال اللي بعده. our teacher has an attractive not. عنده ايه جذاب? all student like him. كل الطلبة بتحبه. بيقول المدرس عنده ايه جذاب? كل الطلبة بتحبه جدا اكيد عنده شخصية جذابة. كلمة شخصية اللي هي personality. السؤال اللي بعده. بيقول لي people الناس who can't walk can use a not to travel around. هنا بيقول الناس اللي ما بتعرفش تمشي لا تستطيع المشي. طبعا تقدر تستخدم كرسي متحرك اللي اسمها wheelchair. اللي بعده you shouldn't tell people لا تخبر الناس about your a. ما تقولش لحد على اسرارك. كلمة اسرار اللي هي secrets. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال العلي الدور بيقول هنا. I like basil. انا بحب باسل because he is a lot of not. طيب هنا بيقولك انا بحب باسل بسبب ان هو عنده ايه? طبعا عندنا حاجة شباب اسمها fun. اللي بعده محمد صلاح نقط Liverpool football club in two thousand eighty. محمد صلاح يجيقول لك انضم الى فريق Liverpool في سنة الفين وثمانتاشر. كلمة انضم اللي هي كلمة joint. السؤال اللي بعده my favorite book كتابي المفضل is not. وبيقول لك treasure island اللي هو جزيرة الكنز. طيب عندنا كلمة اسمها يسمى او يسمى اللي هي am او is او are. بيتحط لها طبعا cold. يعني نقول له is cold treasure island اللي هي معناها يسمى. اللي بعده بيقول لي after the ship sank. السفينة غرقت. he swam to a nearby surrounded by water. طيب قبل ما السفينة تغرق. عايز يقول هي او هو سبح الى surrounded by water. محاطة بالمية طبعا اللي هي island اللي هي جزيرة هنا. اللي بعده. not short stories helps young children improve their language. طيب هنا بيقول ان القصص القصيرة بتساعد الاطفال انه ما يتحسنوا في اللغة. طبعا قراءة القصص. قراءة اللي هي reading. اللي بعده. علي is tall but his mother is short. علي طويل ولكن والدته قصيرة. they are a. يبا هما كده اي يا شباب طبعا عايز يقولك ان هما كده مختلفين. كلمة مختلف اللي هي كلمة different. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا. what means with one or more people. اللي معناها طبعا شخص او اكثر. طبعا كده اسمها together. together. اللي هي معن او سويا يعني. اللي بعده. not are what the person likes doing. طيب هنا بيقول ان الشخص اللي بحب يفعل حاجة معينة دي اسمها هواية بالنسبة له. ده تعريف اللي هي الهوايات. السؤال اللي بعده. traveling not kairu in the rush hour في ساعة الزروة is not easy. ده مش سهل كدا. عايز يقول لك انها التجول في القاهرة. طبعا اسمها travel around. السؤال اللي بعده. children who can't walk. الاطفال مقدرواش يمشوا. can not a lot of things using wheelchair. عايز يقول لك لو مقدرش يمشي يقدروا يعملوا حاجات كتير بالكرسي المتحرك. اسمها طبعا do things. يفعل اشياء. يبقى اختار هناك من do. اللي بعده. بيقول لي باسل can't walk. it's not easy. not him to travel around school. يعني باسل ما بيقدرش يمشي. ده مش سهل ابدا انه هو يتجول يسمى four easy four. اللي بعده this is an exciting book. it was written نوع تجيب محفوظ. طيب هنا ان ده كتاب شيق كتب كتب بواسطة بواسطة اسمها buy نجيب محفوظ. بواسطة نجيب محفوظ. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الخامس والساتس بيبدأ معي بسؤال listen سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير او قطعة صغيرة بتسمح كويس جدا في الامتحان وبعد كده بتبدأ تختار الاجابات من خلال انت سمعته. طيب النص ده موجود عندك في اخر الكتاب. علشان كده هتليني بحلولك على طول وابدأ اشرح السؤال بعده. بيقول لي هنا. what is your best friend called? كان بيسمى ايه الصاحب او الصديق المفضل طبعا من خلال اللي سمعته كان اسمه باسل. ايه اللي بعده? بيقول لي he has got not hair and brown eyes. طيب انا هي اللي عرفني من النص اللي انت سمعته بنختار الاجابات دي كلها من القطعة اسمها straight hair. السؤال بعده? باسل is not طبعا كان kind اللي هو طيب. الاجابات دي كلها بتحلها من خلال القطعة. بعده كده بيقول لي what does he like doing? كان يشبه ايه? او كان بيحب يعمليه يعني سوري. هو كان بيحب طبعا حكتين يا شباب. وبيديو جيمز. يبقى هنا اختر اختيار رقم دي. اللي هو اي اور بي. الاتنين مع بعض. نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده هو سؤال ذلك. سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمة قبل ما تبدأ تحل. وزي ما قلت لك. خلي بالك السطر اللي فوق ده. سطر مهم جدا. ممكن يكون في حل نقطة من المحادسة. وكمان بيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه? بيقول ايه. رامي وكمال بيتكلموا عن المواد المفضلة بالنسبة لهم. تعال نشوف كده رامي بيقول ايه? كمال بيقول what are your favorite school subject? ايه المواد المفضلة بالنسبة لك? المواد الدراسية. طبعا كمال بيقول له I like English and do not. بحب الانجليزي وحاجة ايه? ما انا عرفش. لازم تكمل. رامي رد عليه وقال له do you like history? هل انت بتحب التاريخ? يبقى طبعا يا شباب او بيسأل عن حاجة في التاريخ طبعا طالما قال له history يبقى هو بيحب الانجليزي والتاريخ. شكرا يقول لك لازم تقرأ محادسة كلها عشان تعرف تكمل. يبقى بيقول له انا بحب English and history. نشوف هنا الاداة للسفن بتاعتنا نجيبها من الاجابة. قال له to learn about the past. خلي بعلك لما تلاقي to or because يبقى السؤال بwhy. why اللي هي لماذا بقى? ليه انت بتحب التاريخ? عشان كده بنقول مهم تقرأ محادسة كلها. قال له عشان بندرس فيه الماضي يعني. بعد كده قال له about you رامي. طبعا كلمة about عايزة عطول what about او how about. يعني بيقول له ماذا عنك بها? فهنا اضر له what about you? ماذا عنك رامي? يعني بيس عنك ايه? ايه المادة اللي انت بتحبها. رامي قال له i not art and computer status. زي ما هو قال له فوق يقول له انا بحب. يبهنا برضو يقول له i like. انا احب الرسم والدراسات الاجتماعية. computer status الحسب الالي. قال له why do you like computer status? لماذا انت بتحب الحسب الالي? قال له because i like playing computer. علشان انا بدرس في playing computer ايه طبعا خلي بالك بقى انا بحب playing computer games. اللعاب ايه? الكمبيوتر. طبعا قال له او me two. انا كمان قال له fantastic. قال له اوكي. يلا بنا نلعب مع بعض. طيب نجي بعد كده يا شباب على سؤال اختياري. سؤال اول. بيقول لي. من المهم انك تكون شجاع زي الاس. طبعا احنا اخدناها في القطعة. كلمة اللي هي شجاع. اللي بعده. خلي بالك دول صفاتين زي بعض. هو طيب ودود وعطوفي. انا عايز. اللي بتربط بين حاجتين. اقول له الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال اللي عليه دور بيقول لي هنا. خلي بالك عندنا حاجة اسمها من المهم ان بيقعدها الفعل في المصدر. اسمها important to المصدر. يبقى هنا اقول له it's important to do sport. خلي بالك من جزء هذه. يبقى هنا to المصدر. اللي بعده. بيقول لي. قاعدة مهمة جدا. كلمة لايك بيقعدها فعلا نضف لأي نجي. طب لا وفعلين. نفس القاعدة برضو. القاعدة بتتطبع على الفعلين. يبقى هنا عايز reading and طبعا فيديو جيمز يبقى بلايينج فيديو جيمز. اللي بعده يقول لي باسل has got a note because he can't walk. باسل عنده ايه? بسبب انه لا استطيع المشي. طبعا عنده كرسي متحرك اسمه wheel chair. اللي بعده. خلي بالك هنا بيتكلم عن المكان اللي نقدر نلعب فيه رياضة. طبعا المكان ده اسمه الملعب اللي هو play ground. عبص على كلمة اللي تنفع عندي اسمها play ground. اللي بعده بيقول لي she has got نقط hair it has turns. طيب هنا شعرها ملفوف يعني مدور كده. ده اسمه ايه? طبعا اسمه curly hair. اللي هو الشعر اللي بيكون turns. اللي بعده something hidden from other is called a. طيب الشيء اللي انت بتخفيه عن الاخرين ده يسمى ايه? طبعا الحاجة اللي بنخبيه عن الناس ده اسمها سر. كلمة سر الى secret. اللي بعده. my father is busy. والدي مشغول. he does sport every day. طيب هو مشغول. يبقى هنا عايزي اه الجملتين متنقضين. في تناقض بين الجملة الاولى. هو مشغول ولكن بيروح يلعب رياضة. بسمعها. اللي بعده. my not friend is عادل. عبد الرحمن. he helps me a lot. طيب عايز يقول صديقي المفضل اسمه عبد الرحمن. ليه بقى صديقي المفضل لانه هو بيساعدني في كل حاجة. يبقى هنا عايز اقول ايه? my best friend. اللي هو صحبي المفضل. نيجي بعد كده على سؤال مهم جدا وهو سؤال correct. السؤال الاول بيقول ايه? رامي loves basketball and he doesn't like volleyball. طيب هم اللي فيهم تناقض. التناقض ما يفعش استعمال معها and. هنا بيقول ان رامي بيحب basketball. هو لا يحب ايه كرة الطائرة. بقول ولكن هو لا يحب. اللي هي بتيجي مع التناقض اسمها but. اللي بعده. he would like drinking. اتفاقنا خلي بالك دي. orange juice. طبعا هنا would like بيجي وراء المصدر. او عدت لقبض فيها. بس اقول اي ان جي. لكن would like يبقى two. والمصدر اللي هو drink. يبقى له. he would to drink. اللي بعده. نيفين loves play tennis. اهي. love من غير حاجة. يبقى اخذ على طول فعلا من طفل اي ان جي. اللي هو كده بنحوله الاسم. عايز يقول ان بتحب playing. اللي هو اللعب التنس. يبقى playing. has your father gets. طبعا ما اسمهاش has get. يعني اخذناها اسمها has got. هل هو عنده نظارة. يبقى انا عايز كلمة got. مش get. نيجي بعد كده بقى الى سؤال. السؤال ده طبعا مجاب عنه في اخر الكتاب. الصفحة اللي بعد كده هنتكمل مع بعض. بيكون فيه عندنا امتحان على الوحدة التالتة بالكامل. بيبدأ معي بسؤال listen. سؤال نص الاستماع. زي ما تعودنا السؤال ده هو عبارة عن قطعة صغيرة. نص صغير بتسمعه كويس جدا. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب يعني الاجابات دي بتختارها من خلال النص بتسمعه في الامتحان. النص ده بقى موجود عندك في اخر الكتاب. علشان كده تلاقيني بحل محاك على طول ونبدأ نشرح بعد كده. بيقول لي يونس has got short not curly hair. ما نعرفش الاجابة. هو بيقول ان هو عنده short a طبعا و curly a هو عنده dark dark شعر يعني dark يعني اللي بعده يونس favorite subject is a. طيب هنا المادة الدراسية المفضلة ليونس كانت ايه? من خلال القطعة history الى التاريخ. اللي بعده? he doesn't like not. هو لا يحب ايه? بنعرف من القطعة اللي بنسمحها في الامتحان اسمها احب الارت. اللي بعده? he is not good at not. هو ما كانش جيد في ايه? في الرسم اللي اللي جابت دي كلها بتحلها من خلال القطعة. نجي بعد كده على سؤال الدعيليج. اللي هو سؤال المحادسة. اهم حاجة طبعا انك تقرأ المحادسة كلها على معلك والترجمها قبل ما تبدأ تحل. والسطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? بيقول هنا طارق is telling about his best friend. طارق بيتكلم مع تامر عن او بيخبره عن صديقه المفضل. فتامر بيسأله جوله what is your best friend's name? ايه هو? اسم صاحبك المفضل. فطارق بعد كده بيرد عليه. احنا ما نعرفش. انزل معها في المحادسة. هتلاقي ما فيش اجابة محددة هنا. بعد كده بيبدأ يتكلم عن مواصفاته وبيحب ايه وكلام كده. يعني تقدر تقول هنا ممكن تكتب اي اسم. يبقى خلي بالك انت لازم قبل ما تكتب اسم ترجع تبص في المحادسة كلها زي ما احنا بنعمل كده. ما فيش هنا اي اسماء فهتقدر تقول صديقي المفضل وتكتب اي اسم انت عايزه. خلينا نقول مسلا هو بيسأله عن اسمه. بقول له اسم ايه? فنقول هو يسمى. يبقى ونكتب اي اسم مسلا نكتب باسل. يبقى بعد كده تامر بيبدأ يسأل سؤال لازم اقرأ الاجابة عشان اعرف. قال له هو بيعمل كده بيوصف وبقول عنده شعر كرلي وعنده عيون خضرة. يبقى لما باجي اوصف باسأل عن الوصفة بقول طبعا بيسأل عن شخص مفرد هنا فيقول يعني عايز يسأل عنه هو. فبيقول السؤال ده مهم ولازم تحفظه يعني هو مواصفاته ايه يعني. بعد كده تامر سأل سؤال لازم اقرأ الاجابة عشان معرف. طيب هنا هو بيحب القراءة. طب هي بيسأل عن ايه? بيسأل عن هوايات وهو بيحب ايه? ايه الحاجات اللي بيحب يعملها? كزا سؤال ينفعه. فخلينا نقول. طبعا اه بيقول له هنا ده هيبقى لعب كرة كويس. يبقى هنا جايد في لعب الكرة. عشان كده بيقول مهم جدا ترى المحادسة كلها. المحادسة متربطة. يبقى هقول له طبعا اقول له بلاينج فوتبول. خلي بالك بيجوارها الفعلا مضف له اي ان جي. هو اسم بقى يبقى هو جايد في لعب كرة القدم. اللي هي بلاينج فوتبول. بعد كده طارق قال له رائع وسأله هل هو هيبقى لعب كرة? قال له حاجة وقال له I think he will be a great footballer. يبقى هنا بيقول له يس يبقى هنا لازم يقول له يس I do. هل انت تعتقد ان هو هيبقى لعب كرة? فبقول له ايوة انا اعتقد. بعد كده بيكون عندي سؤال القطعة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطعة. طبعا سؤال القطعة سؤال مهم جدا. قطعة صغيرة بقى راه كويس جدا. زي ما تعودنا سيب لك قطعة دي زي واجب كده اه راه براحتك لو في كلمة وقفت معاك اكتبها فيه التعليقات. تعال بقى نحل سئلة القطعة بيقول لي في السؤال الاول. طبعا سؤال مهم. اعطي عنوان مناسب للقطعة. ارجع للقطعة بتاعتك وشوفها كانت بتتكلم عن ايه. هتلاقي ان القطعة بتاعتك يا شباب بتتكلم عن شخص او شخص صديق مفضل يعني. فانا اقول له طبعا هو بتكلم عن شخص اسمه اكرم. فتلت تقول اللي هو صحبي المفضل. واقول طبعا الاسم اللي هو اكرم. صديقي المفضل اكرم. سؤال اللي بعد كده بيقول لي بيسأل هنا بيقول لي تعتقد ان اكرم كان بيروح للستاد. طبعا هو جايب لي في القصة هنا شباب بيقول لي ان هو كان بيروح علشان اشاهد مباريات الفريق القومي. فقدر اقول له طبعا بجاوب عليها معناها لماذا بجاوب عليها بتو او بكوز. فقول له لكي يشاهد مباريات الى الفريق القومي. عشان يتفرج على مباريات الفريق الايه القومي. الاجابة دي بنجيبها من اين بقى? من داخل القطعة موجود عندك في السطر الابل الاخير. يجبها هو كان بيروح علشان يشاهد مباريات الفريق القومي. السؤال الثالث. كم مرة بقى كان بيذهب الى السباحة. موجود عندي في القطعة انه كان بيروح مرتين في الاسبوع. طيب مرتين في الاسبوع اسمها هي اسمها يعني مرتين في الاسبوع. نيجي بعد كده على سؤال اختياري. طبعا دي على القطعة برضو. ضمير ده كان بيشير الى مين? طبعا الى اكرم. اللي بعده كلمة اللي هي معناها مرتين. الكلمة دي مقصود بهاي لسألنا اللي هي مرة تانية. السؤال اللي بعده. الوصف بتاعه موجود في القطعة. عايز اقول لك انه هو كان عنده ايه? طبعا هو كان جايب لي في القطعة انه هو كان. نيجي بعد كده بقى على سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول لي يعني صاحبي قال لي على حاجة محدش عارفها. يبا هو قال لي على ايه? برافو عليك قال لي على سر اللي هو السيكوريت. اللي بعده. هنا الحل بقى. يبقى هنا يبقى يقول له شباب انه هو راح البول اللي هو حمام السباحة. لما بيكون معجبين بشخص معين ده بيكون احنا كده الناس اللي بتوعجب بشخص بتكون معجب. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا هو لا يخاف وبيقول لي نقط والجملة التانية هو ولد شجع. خلي بالك الجملة التانية دي هنا في سببية. السبب باستخدم يعني عايز يقول هو ما بيخافش لانه ولد شجع. يبقى هنا بيكوز. اللي بعده? دكتور مكدي يعقوب عنده ايه كذابة كل الناس بتحبه. يبقى عنده طبعا شخصية اللي هي personality. السؤال اللي بعده. هنا بيتكلم عن الحصة الاولى. الحصة الاولى اللي هي العلوم. يبقى كلمة lesson. اللي بعده? في المدرسة. بنلعب كرة قدم فيه. طبعا في المدرسة بتلعب في اللي هو ملعب المدرسة. اللي بعده? طبعا انا بساعد اختي اعز اقول لك في عمل الاشياء. طبعا اسمها do things. اللي بعده? القواعد بقى كلمة like بيقورها الفعل مضف له ing. اللي هو بقى اسمي. يعني اقول له talking التحدث يعني. اللي بعده? طيب ايمن has got. قاعدة سهلة اسمها has got. عنده يعني التلفون زكي. السؤال اللي بعده كده هو سؤال. سؤال الاول بيقول هنا has they got their presence. طيب هنا كلمة has ما ينفعش يجي معها زي. حط عينك على الفاعل. الفاعل لو جمع بستخدم have. نحفظ بقى. يبقى have بتيجي مع ايها شباب مع الجمع? يبقى have got. اللي بعده I like English but math. طب ما ينفعش. انا بحب الانجليزي والرياضيات. يبقى نقول له and اللي هي بتيجي مع الحاكتين اللي زي بعض. does he like play basketball? خلي بالك like بيجوارها الفعل مضف له ing. وده كده بيكون اسم. فقول له هو يحب playing لعب basketball. اللي بعده she is strong هي قوية she can't jump high. لا ده هي قوية هي تقدر يبقى هنا عايزة اسبت بقى اقول له can jump high. نجي بعد كده على السؤال اللي على الدور. وهو سؤال السؤال ده طبعا مجابع عنه في اخر الكتاب. ولكن ان شاء الله قريب جدا هينزل على القناة. ازاي تعرف تكتب السؤال بكل سهولة وكمان اهم الموضوعات اللي هيجي من داخل المتحان ان شاء الله.